اشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبالي من يحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم بن عبد المنافق بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن جؤي بن غالب بن فهل بن مارك بن نظر بن كنانس بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدرى بن نزار بن معد بن عدمان احسنت احسنت بارك الله فيك هذا نسب حقيق بأن يحفظ هو محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم بن عبد المنافق بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهل بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدرى بن نزار بن معد بن عدنان هذا أنت تقول إلياس وأنا أقول لياس هذا خلاف بين أهل الأنساب والذي رجحه ابن الدرائد والسهيلي وغير واحدين أنه لياس وليس إلياس لأن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يسمون بأسماء الأنبياء وإنما هو اليأس لأنه كان مصابا بمرض أشفى به على الموت ثم أبل منه فسمي هكذا إلياس نعم نعم وهذا هو النسب المجمع عليه وما فوق عدنان فيه اختلاف كثير نعم وانتجت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرجال